اشتركوا في القناة منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 11 و34 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء عشرين عشرة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثورية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مثل الأسرار أو المواضيع حد عنده موضوع معين ما يفشي فيه لأي حد هي مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر موجود في برج الحمل وبما أنه موجود في برج الحمل ما زلنا بنأخذ من صفات برج الحمل أكثر فهذه الفترة بالظل نوع من أنواع الطاقة العالية موجودة عندنا أكثر نكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشهدات غير مرغوب فيها ومنفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يعني هي فترة جيدة لإجراء فحصل العيون أو أشياء بتتعلق بالعيون أو بالرأس بكل شيء بتعلق بالرأس إذا استدعى الأمر لذلك برضو إدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما طبعا اليوم قصة شعر أنا ما بنصح فيها لأنه اليوم القمر رح يكتمل بدر وهو ممتحس لأنه بزاوية تقابل رح نذكرها بعد قليل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية فلكية رح تكون عندنا هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة سبعة وثمانية وأربعين دقيقة لأنه منزيد ثلاث ساعات صباحا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كان هم مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا يعني ستة ونص تقريبا صباحا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن ساعة تسعة ونص يخلق لدينا هذا الاتصال شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منكم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة مشاطنا من جديد ولكن الأشخاص اللي بكون عندهم إحباط عاطفي أو محبطين عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون فيه تمام الساعة ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تسعة إلا خمسة بتوقيت جرينيتش يعني اتناش إلا خمسة قبل الظهر بتوقيت الأردن بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة لآخر زاوية فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهي زاوية التقابل يعني إنه القمر اكتمل بدر وهاي رح تكون فيه تمام ساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة ستة إلا أربع دقائق قبل وروب الشمس وبخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعك السلبا على علاقاتنا مع الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني زي ما حكينا خلو المسار رح يبدأ الساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة ستة إلا أربع دقائق بتوقيت الأردن وبينتهي فيه تمام الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة ثمانية يعني بتوقيت الأردن الساعة أحداش قبل منتصف الليل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8 بتوقيت جرينتش القمر بيكون انتقل واستقر في برج الثور يعني الساعة 11 قبل منتصف الليل تأثير القمر بيصير علينا أنه منحمل من صفات برج الثور فمنشعر بالحذر أكثر ومن ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكننا شراء عقار أو استئجار عقار بالفترة هاي وقضى وقت ممتع في البيت في مشاهدة التلفاز مثلا بما أن القمر رح ينتقل لبرج الثور فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 22 عشر بيبدأ في تمام الساعة 8 و34 دقيقة مساء يعني ساعة 11 ونص تقريبا بتوقيت الأردن 11 ونص وخمسة بيبدأ بتوقيت الأردن وبيستمر حتى اليوم التالي وهو يوم السبت 23 عشرة حتى تمام الساعة 7 و57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني 11 قبل الظهر تقريبا هيكي بيكون القمر انتقل لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر للقمر المكتمل بدر 14 يوم في تمام الساعة 13 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بيصبح 15 يوم نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 25% طبعا سبب انتحاس الشمس إنه أول إشي بتشكل زاوية التقابل مع القمر وزاوية التربيع مع بلوتو فهاي أعطتها نحوسة وهي على وشك الانتقال يعني في درجات الانتقال فبتضعف طاقتها بشكل واضح بالنسبة للقمر طبعا في الحمل بدو ينتقل للثور ورح يمكث في الثور لغاية يوم 23 عشرة هو سعيد بنسبة 10% القمر طبعا بشكل زاوية تقابل مع الشمس مع المريخ وزاوية التربيع ولكنه بمكانه هو قوي بالحضوض وزاوية التسديس ما بينه بين المشتري هي اللي منحته نسبة الحضوض والدرجة برضو اللي هي المنزلة الفلكية اللي برضو أعطته قوة بالنسبة لعطارد في الميزان حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 60% لأنه بشكلش غير زوايا إيجابية اللي هي زاوية التسديس ما بينه بين الزهرة وزاوية التثليث ما بينه بين زحل واثنتين إيجابيات وهو على درجة إيجابية بالنسبة للزهرة في القوس حتى يوم 5-11 منتحسة بنسبة 15% طبعا سبب الانتحاس إنها هي دخلت على درجة صعبة بالنسبة لإلها فبتضعف من طاقتها وبرضو زاوية التربيع اللي بلشت تتشكل ما بين الزهرة وما بين نبت أضعفتها وخلتها منتحسة بالنسبة للمريخ في الميزان حتى يوم 30-10 هي سعيدة بنسبة 45% رغم إنها هي بتشكل زاوية تقابل إلا إنها هي في درجة قوية بالنسبة لإلها وبتشكل زاوية اللي هي مع المشتري زاوية تثليث رغم إنه زاوية التربيع اللي ما بينها وبين بلوتو بلشت تتشكل فعشان هيك بتلاحظوا إنه صار فيه نوع من أنواع الحدية في بعض الدول وصار فيه نوع من أنواع العصبية وتهديدات وارتفاع وطيرة لأمور حامية سياسيا فعشان هيك هي بسبب هاي الزاوية المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 بعدين بدو ينتقل للحوت هو سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% رغم الزاوية اللي بشكلها لأنه رجع لحركة الأمامية ولكن زواية تربيع ما بينه بين القمر وما بينه برضو بين الشمس والمريخ اللي شوي أفقدته من ساعاته والأمام المفروض أنه هو سعيد أكثر من هيك ولكن زواية تربيع أضعفته وخلت ساعاته 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم أكثر من يوم أمس وبعمكم النشاط بشكل كبير اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم اليوم بعض موليد برج الحمل رح يهتموا بمظهرهم ويعملوا أو يجروا بعض التغييرات ولكن أمور قص الشعر والأمور التجميلية ما بنصح فيها بالفترة هاي بسبب اكتمال القمر وزوايا التقابل هاي مرحلة لانطلاقة بتعتبر جيدة لمشاريع جديدة بتتمتع اليوم بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حقل اختصاصك على حسب شو تخصصك الأجواء إيجابية ودعملة لك بقوة طبعا بالنسبة للعطارد اللي الآن أعطى سعودي بالنسبة عالية جدا رح يعوض كثير على مستوى التعامل مع الشركاء أو شراكة جديدة أو أمور الها علاقة بنوع من أنواع المصالحات إلا أنه المريخ والشمس اللي في آخر درجات اللي هي للعشرية الثالثة هم اللي منقولهم ديروا بالك ما في داعي للانفعال ولا للعصبية ولا للتوتر ولا للحدية ما في داعي لكل هاي الأمور ضبط الأعصاب مطلوب ممكن يتأخر عندكم أمر بتعلق بالدراسة أو أمر إلو علاقة بالامتحنة فما تعتمدوا على الحظوظ وخصوصا اللي جامعيين هذول بدهم يركزوا بشكل جيد يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظ لأنها بتحمل بعض المفاجآت اللي مش سارة فعشان هيك لازم تكونوا حذرين اللي عنده سفر أو عنده تنقلات اليوم بده يركز بكل أغراضه عشان ما ينسى أو يفقد شيء منها أهم إشيء تبعدوا عن الأمور القضائية بهاي الفترة برج الثور طبعا يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم أو مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك من الآن لغاية ساعات المساء المتخخر يعني للساعة 11 بالليل ابتضعوا سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم ومراحتكم فهذا آخر يوم ضاغط بكرة الأجواء بتصير أحسن فاليوم تنخفض وثيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى بدك تتجنب اتخاذ أي قرار وتتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ باللغاء أو بسوء تفاهم طبعا بالنسبة للبيت السادس عطارد بحفز العشرية الأولى والثانية على أمور إلها علاقة بعمل جديد أو قدر التواصل جيد مع زملائهم بالعمل وحتى على النشاطات التي تتعلق بالأمور الصحية تفتح لهم مجالات جيدة وخصوصا على مستوى أبواب العمل ولكن بالنسبة للعشرية الثالثة هذول بدهم ينتبهوا ممكن تتراكم عندهم أعمالهم أو يصير عندهم بعض المشاكل الصحية أو أشياء لها علاقة بالرقابة الصحية بشكل أوفى وخصوصا أن المريخ والشمس مع بعض وبشكل زاوية مع بلوتو فعشان هيك مشاكل العمل مشاكل الصحة ممكن تظهر على الساحة بالفترة هاي فبدهم يتواقوا هاي الأمور ويحذروا وينتبهوا لصحتهم بشكل جيد بالنسبة للزهرة اللي في البيت الثامن طبعا بيت الأموال المشتركة الآن شكلت زوايا وحكينا أنها هي ممتحسة فهي بتجيب مشاكل على مستوى أمور العلاقة بالأمور الروحانية فعشان هيك بتكن تنتبهوا ما تخوضوا بالغيبيات والروحانيات والمواضيع القديمة أو التاريخية وفي نفس اللحظة بتكن تنتبهوا من الوسواس لأنه بالفترة هاي الوسواس بارتفع بشكل كبير وخصوصا على أشياء لها علاقة بالمرض أو بالعائلة أو بأفراد العائلة أو قلق على أحد الأشخاص فانتبهوا من الوسواس أنه يسيطر عليكم بالفترة هاي وخصوصا موليد العشرية الثانية هم أكثر المتضررين مرج الجوزة بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء برضو لليوم الثاني منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن اليوم تحصد تأييد لا بأس فيه فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك وانت بحاجة اليوم لتتعاون مع الآخرين وتعاون الآخرين معك في هاي الفترة فعشان هيك بدك تكون مرن جداً الآن بالنسبة لعطارد اللي موجود يعني بمكان قوي لهو بيتك الخامس بعزز قدرتك على إيصال المعلومات وممارسة جاذبيتك وخصوصاً لموليد العشرية الأولى والثانية هدولة أكثر المستفيدين على مستوى تواصل مع الأحبة إقناع الأحبة مصالحة الأحبة تجربة بعض الأمور اللي بتتعلق بالحضوض بتدعمهم على شكل كبير برضو بممارسات الحوايات ممتازة جداً أما بالنسبة للعشرية الثالثة فهدولة أكثر ناس بدهم ينتبهوا من خوض مغامرات أو عصبية أو حدية أو مشاكل ما بينهم وبين الأحبة أو انتقاد أو فرض السلطة السيطرة هاي بتكون تبعدوا عنها بشكل يعني يد ما بتقدره بالنسبة للبيت السابع طبعاً الزهرة اللي حكينا أنها منتحسة فبتأثر على موليد برج الجوزاء إنها بتسبب لهم خلافات عاطفية ما بينهم وبين الأزواج أو المحبة عندهم تنقصها الحرارة وخصوصاً مع أزواجهم أو شركاهم بالعمل فعشان هيك بتكون تنتبهوا برضو من هاي النقطة لأنه هاي الزاوية بتجيب بعض المشاكل أو الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشركاء برج السرطة بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء إن كنت هدئوا من روعكم ما في داعي للعصبي والانفعال والتسرع واتخاذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم هاي فترة بتحمل نوع من أنواع السلبية فعشان هيك بتكون مشعونة بالمتاعب والتوتر فبدك تعالج الأمور بهدوء وحاول إنك تقدم أفضل ما لديك بالفترة هاي لأنه بتطلب منك نوع من أنواع الجهد الأكبر طبعاً كثير من موليد برج السرطان رح يكون في عندهم أمور إلها علاقة بالبيت أو اهتمامات عائلية أو نشاطات عائلية بشكل كبير ممكن اتصالات مشورات اتفاقية على أمر ما وخصوصاً العشرية الأولى والثانية التواصل جيد والإقناع جيد وقدرة التواصل ما بينك وبين أفراد العائلة ممتازة جداً حتى على مستوى المشاركات العائلية والاجتماعية ممتازة ولكن موليد العشرية الثالثة هم اللي بدهم ينتبهوا من الخلافات والخصام والجدال والعطال اللي بتتعلق بالبيت وبرضو في نفس اللحظة هدولة بدهم ينتبهوا أثناء عملهم خصوصاً اللي بيشتغلوا بالنيران أو بالمطبخ السيدات ينتبهوا من الإصابات والجروح يعني بدهم يكونوا حذرين أثناء التعامل مع أي شيء له علاقة بالآلات الحادة أو بالنيران بالفترة هاي وبرضو من بعض الإصابات ممكن تكثر بعض الأعطال اللي لها علاقة بالمنزل وخصوصاً مثل غاز أو دفاية كهرباء أو أشياء اللي علاقة بالنيران أو بالإلكترونيات أما بالنسبة للبيت السادس فطبعاً تأثير الضغط اللي رح ييجي من وجود الزهرة شوي بتجيب خلافات أو سوء تفاهم ما بينك وما بين زملائك بالعمل أو بتخليك شوي تتكاسل أو تغامر بتعتمد على الحضوض فهذا الشيء رح يسبب لك نوع من أنواع التوتر احذر من بعض المتآمرين عليك من ورائك وليس في مكان عملك وفي نفس اللحظة يعني حاول أنك ما تبالغ بحضوضك في العمل وفي الصحة ممكن الوسواس يسيطر على بعض منكم بالأمور الصحية ويتوهم أمراض ما إلها أي وجود برج الأسد بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة مثل يوم أمس ولكن على أكثر فهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو لاجراء مقابلة حاولوا أنك وتظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة اليوم بتنجحوا في الترويج لعملكم واليوم بيحملكم مكاسب ودعم وتأييد فعشانك حاولوا ما تهملوا واجباتكم حتى ولو كثرت أو صعبت نضموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تأخير اليوم حاول أنك تتقدم بجراءة وثقة طبعا أطارد اللي موجود عندك في البيت الثالث برضو بيدعمك على مستوى قدرتك على الإقناع وسرعة البديهة عندك بتكون عالية جدا لدرجة أنه اليوم ما بيعيقك أي شيء لعلاقة بالتفكير والإقناع والامتحانات والاهتمام حتى بالسيارات أو بالإلكترونيات الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي جدا للعشرية الأولى والثانية أما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة فهذول بدهم يحذروا أثناء تنقلاتهم وما يغامروا بشكل كبير لأنه أول شيء المريخ يعني بمعنى آخر بيهدد بأشياء يعني لا تحمد عقباها خصوصا للي بتهوروا أو بيغامروا أثناء القيادة فبدهم ينتبهوا بشكل جيد ويحاولوا يضبطوا عصابهم أثناء الحورات من العصبية والنقاش الحاد أو يعني الكلام اللاذع والجارح أما بالنسبة للبيت الخامس فالزهرة موجودة في بيت الأحبة وهذا الشيء بيسبب لموليد العشرية الثانية تحديدا خلافات وسوتفاهم ما بينهم وبين الأحبة وممكن شوي عواطفهم تكون فاترة أو باردة وهذا الشيء يعني بيأثر على علاقاته العاطفية ممكن يستفزك أي شيء أو تتكلم بكلام يجرح الحبيب بشكل مفاجئ فاحذر ودير بالك من خلافات حتى ما بينك وبين الأبناء ممكن برضو أو أحد الوالدين برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض حاولوا أنك تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا اليوم بحاجة لياقة جسدية وأعصاب متينة يعني شوي بدك تكون أنت تحافظ على حركتك ونشاطك وعلى صحتك وحاول أنك ما تخلي ذيول المتاعب أنها تسيطر عليك طبعا بالنسبة لعطارد الآن اللي بيأثر على العشرية الأولى والثانية في بيت المال فهدول بيحمل لهم مكاسب مالية وفرص جميلة جدا إذا استغلوها بشكل جيد فبتحمل فرص تحمل لهم طريقة إقناع معينة حل مشاكل مالية أو استرداد أموال أو ممكن يحصلوا على هدية معينة ولكن موليد العشرية الثالثة هم اللي بنضغطوا بالمصاريف المفاجئة اللي بتيجي مرهقة لهم بشكل مفاجئ أو ممكن يصير بعض المشاكل معهم اللي إلها علاقها بالأمور المالية زي محتالين مصابين سرقة فقدان أوراق مالية أو نقود بدهم ينتبهوا من هاي النقاط أما بالنسبة لبيتك الرابع طبعا الزهرة الآن بلشت شكل زاوي زي ما حكينا وتنتحس فعشان هيك بتسبب خلافات إلها علاقة بالبيت أو سوت فاهم مع أحد أفراد العائلة أو أمور إلها علاقة ببعض الأعطال ممكن شوي تظهر أعطال شوي تهتم فيها أو تصليحات أو مشتريات منزلية فهذا الإشي ممكن يرهقك أو ما يكون بالشكل اللي أنت بتتمنى في بعض الخلافات المنزلية أو العائلية اللي شوي ابتيجي من خلال وسواس أو قلق بسبب شيء بتعلق بأحد أفراد العائلة برج الميزان ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل والطلب تعاون من طرف ثاني ما بيجوز إثارة المتاعب وبتكن تتجنبوا الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء لأنهم بالفترة هاي بكونوا كتر طبعا أكثر ناس منحذر من هاي الأمور هو لأن القمر مقابلك بيسحب من طاقتك فهذا إشي مؤذي لكل الأبراج فعشان هيك بتشعر أن الطاقة ضعيفة وكل الأمور اللي حذرنا منها هي المؤذية أكثر ناس رح يكونوا محظوظين أنه هاي الإشي بكون إيجابي لهم اللي هم موليد العشرية والأولى والثاني لأنه هدولة إيجا عيد ميلادهم وعطارد بيأثر عليهم هم الاثنين فمنجد أنه أكثر الحضوض على مستوى الشراكة وتعاونهم أو تواصلهم أو مصالحاتهم أو تفاهمهم ما بين الشركاء بتكون قوية هم زي ما حكينا موليد العشرية الأولى والثانية ولكن موليد العشرية الثالثة هدولة بدهم ينتبهوا من خصام أو سوء تفاهم أو خلاف ما بينهم وبين شركاءهم أو ما بين الأزواج تحديدا شوي ممكن يشعروا بإهمال الزوج أو إنه ممكن إنه هو مهتم بحاله أو يكون أماني بالفترة هاي فإنتوا بتكونوا تضبطوا عصابكم إثارة المشاكل بالفترة هاي يعني عواقبها وخيمة بالنسبة للزهرة لأنها في البيت الثالث بتضعفكم على مستوى التواصل والإقناع فعشان هيك دائما لو دخلت بنقاش بالفترة هاي تلام أنت وممكن تنقل بالحقائق وتصير ضدك فعشان هيك أنت حلقة أضعف انتبه أثناء نقاشاتك وحواراتك اللي عندهم امتحانات بالفترة هاي برضو بدهم ينتبوا ما يعتمدوا على الحضوض نهائيا يعني الأجواء منقدر نحكيها مستوى البيت الثالث ممكن نجيب سوء تفاهم أو خلاف ما بينك وبين أحد الجيران أو ما بينك وبين أحد الأخوة برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد أو من زملائكم بالعمل نظموا جدول غذائكم أخذوا قصد من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر عندكم النشاطات وربما تشعروا ببعض التعب من وقت لآخر ولكن أهم إشي أنكم لا تتركوا الوسواس يسيطر عليكم طبعا بالنسبة لعطارد اللي موجود في بيت المتاعب فهو بشكل حائط صد آمن لموليد برج العقرب في هذا اليوم فعشان هيك بيدعمهم بشكل جيد وممكن يكشف لهم حقائق التي كانت غايبة عنهم أو ينكشف بعض الأشخاص لإلهم بسبب سوء تصرفاتهم ولكن بدهم يحذروا من أنهم يأمنوا لأي شخص على أسرارهم لأنه سهل جدا أنه يكشف السر اللي هو بيعرفه أكثر الناس اللي بدهم يحذروا من الصدامات والتآمرات وأشخاص تتآمر عليهم من وراء الكواليس هم موليد العشرية الثالثة وحاولوا قدر الإمكان ما تدكلوا على أماكن مجهولة أو أماكن ما بتعرفوا فيها حد وحاولوا ابعدوا عن أي مشاكل ممكن توصلكوا للمؤسسات الكبيرة اللي هي المستشفيات أو السجون بالنسبة للبيت الأول طبعا الزهرة بمعنها منتحسة فهاي بتفتح رغبات لدى موليد العقرب لأنه طبعا كل الضغط اللي موجود عليهم بسبب الشمس إنها لسه في بيت المتاعب لسه ما وصلتهم المريخ برضو بشكل هذا الضغط بتفتح شهيتهم لصرف الفلوس فبصير عندهم رغبة لمشتريات أو للبدخ أو للزينة أو للتجميل أو لأمور ممكن هي صرف غير مبرر بس هي غروب من الواقع حتى اللي ما معه فلوس بصير يتأمنى لو معه فلوس عشان يصرفها فبتكوا تنتبهوا من هاي النقطة ثاني شي هاي الزهرة وبمعنها منتحسة بتفتح مجالات للنصابين إنهم يستغلوكم والمحتالين وانتبهوا على أموالكم يعني بمعنى آخر من السرقة أو الضياء برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم في ظروف جيدة جدا واحتمال بس يكون في نوع من أنواع القلق اتجاه أحد الأحبة اليوم أنتوا عندكم نشاط عالي جدا 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 بتميلله وترفيه عن النفس وانت بالفعل بتستحق ذلك ولكن بدك تحذر من أمر إنه الزهرة موجودة عندك وهي موجودة في البيت الثاني تحديدا يعني في العشرية الثانية تحديدا فعشان يكي منقول لك دير بالك مواليد العشرية الثانية تحديدا ما يبالغوا بملذاتهم ما يبالغوا بالأمور اللي لها علاقة بالترفيه الزيادة عن اللزوم برضو منقول لهم إنه أي شيء له علاقة بالتجميل الجسدي عمليات تجميل أو عمليات لها علاقة أنف عيون بوتوكس مش عارف إيش فيه رومير وهذه الأشياء كلها يبعد عنها قدر الإمكان بالفترة هاي لأن الزهرة موجودة عندك بدل ما تعطيك إيجابية بتعطيك انتحاسة فالأشياء هاي مش مضمونة وخصوصا إنه برضو الشمس بتعمل زاوية تقاوب الآن مع القمر واكتمال قمر فما بنصح بهاي الأمور نهايا فحاولوا ما تجربوا حضوظكم وفي نفس اللحظة ما تبالغوا بملذاتكم بالنسبة لبيت الأصدقاء طبعا مدعوم بقوة جدا نشاط الاجتماعي ودعم الأصدقاء والعلاقات وخصوصا مواليد العشرية الأولى وثاني هم أكثر المستفيدين ولكن مواليد العشرية الثالثة لأنه المريخ والشمس موجودين وبشكل زاوية حدي هي اللي راح تخيب أمالك في بعض الأصدقاء أو بعض المعارف اللي شوي ممكن يعني الثور حميتك أو عصبيتك عليهم ممكن تسبب لحالك مشاحنة أو خلاف أو جدال أو هم يسببوا فيه يسببوه وإنت ما تتحمل فتطلع عصبيتك بكل قوتها وتخسر ناس يعني ممكن أنه يكونوا ما بيستاهلوا ولكن أنه حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك ما تكون أنت خسران بسبب انفعالاتك برج الجديد ابترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها يعني الأمور اللي لها علاقة بالبيت هي تقريبا شغلكم الشاغل رح يكون لك يعني إقامة منزلية أو تجبر على أنك تكون في البيت بالفترة هاي في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن من وقت لآخر يسد نوع من أنواع التوتر بسبب شيء طارق بالنسبة لها طبعا بما أنه الكواكب الآن موجودة عندك أنت في بيت السمعة تحديدا فعطارد بيحميك على مستوى العمل العشرية الأولى والثانية على مستوى العمل علاقتك برؤساءك بالعمل زملائك إتمام معاملاتك فأنت بقوة عالية جدا من الحماية ولكن موليد العشرية الثالثة من موليد الجدي لأنه هذولا بيتأثروا أول إشي أنه الزاوية موجودة اللي رح تكون بين المريخ والشمس وبين بلوتو هي بتأثر على موليد العشرية الثالثة تحديدا فأنت أكثر المتضررين من هاي النقطة فما تشوهوا سمعتكم ما تجازفوا ما تغامروا ما تتغيبوا عن عملكم ما تدخلوا بخلافات أو جدلات مع رؤساءك بالعمل حاول تكون مسالم احمي سمعتك قدر الإمكان بدك تحمي سمعتك لأنه هاي الزاوية إلها علاقة بالسمعة وتشويه السمعة فهاي المطلوب منك أما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في بيت المتاعب فهي شوي بتخليك تتعاطف مع بعض الأشخاص اللي ما بيستحقوا عواطفك فعشان هيك بدك تحضر من هاي النقطة ما تخلي حد يستغلك برضو في نفس اللحظة بتخلي رغباتك شريحة باتجاه الأمور الروحانية أو الغيبيات وممكن تروح بالاتجاه الغلط مش بالاتجاه الصحيح فعشان هيك اضبط رغبتك الشريحة ونبطها وحاول إنك تدرس وضعك بالضبط وتدرس الموضوع قبل ما تقدم عليه برج الدلو بتنشطوا اليوم في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح استطاعتك قلب المعادلة لصالحك إذا ركزت بشكل جيد أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط اليوم أنت بتمتلك سرعة خاطر ومهارة ملموسة طبعا أكثر المستفدين يعني من المشتري اللي هو رح يدعم أول إشي بحضوضة عالية جدا لموليد العشرية الثالثة بدأ يعطيهم طاقة كبيرة بشكل عالي فعشان هيك لازم يستغلوها بشكل كبير موليد آخر العشرية الثانية وموليد العشرية الثالثة بدهم يستغلوا أي فرص بالفترة هاي يبتجوها وما يعوضوها وما يفرطوا فيها بالنسبة طبعا للبيت التاسع اللي هو إلو علاقة بالسفر البعيد عطارد رح يفتح طاقات عالية جدا العلاقة بالسفر والعلاقة مع الأجانب اللي بيشتغلوا في مجال السياحة أو السفر أو الجامعات أو المؤسسات التعليمية اللي بتعمل دورات هاي كلها رح يكون ويكونوا مستفيدين خصوصا العشرية الأولى والعشرية الثانية فهي بتدعمكم بشكل كبير طبعا الزوايا اللي بتتشكل مع المشتري الضعفة يعني الاحتمالية المشاكل للعشرية الثالثة ولكن بظل في تحذيرات يعني بمعنى آخر بتكو تنتبهوا من أي مخالفة إلها علاقة مخالفة قانونية قضائية محاكم اللي عنده قضية بده يركز فيها بشكل جيد أوراق قانونية بحاول إنك تستعد إلها جيد ما تعتمد على الحضوض نهائيا اللي عندهم امتحانات برضو بدهم يدرسوا ويستعدوا ما يعتمدوا على الحضوض إذا عندك سفر هذول موليد العشرية الثالثة تحديدا يتفقدوا أوراقهم وأمتعتهم وأشياءهم وموعد الطيارة عشان ما يصير فيه نوع من أنواع التأخير أما اللي بيقودوا السيارة على الشوارع المفتوحة هذول بدهم ينتبهوا أثناء القيادة ما في داعي للتسرع بالنسبة للزهرة بما أنها في بيت العلاقات الاجتماعية فالفترة هاي ممكن تسبب لك خذ لان من أحد الأصدقاء أو أحد المعارف وهذا الشيء رح يسبب لك نوع من أنواع الحساسية النفسية إنك أنت كيف خسرتهم ممكن تكتشفهم ممكن شوي تشعر بالإحباط لأنه ما توقعت هالشيء منهم طبعا هذا بسبب الزهرة حاول إنك تبعد عن فرض السلطة على أصدقائك وما عارفك ممكن شوي هذا الشيء يعني يظل هيك بحز في نفسك بالفترة هاي برج الحود بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ولكن منك أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية ممكن تسمع خبر صار ويلعب قريب دور مهم معاكلة لهاي الفترة بتهتموا بقضية شراكة أو عمل وممكن تعالجوا الأمور بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية اليوم ممكن تجد حلول وتسويات لهاي الأوضاع بشكل كبير طبعا أنت مدعوم بالطاقة العالية في هاي المرحلة وبرضو عطارد اللي موجود في البيت الثامن عندك بدعمك بشكل قوي وخصوصا موليد العاشرية الأولى والثانية بتخليهم يجدوا حلول أو قدرة على حل مشاكل مالية في منكو رح ينشطوا في أمور لا تحصيل أموال أو أموال بتعودلهم اللي بدهم قرض أو بدهم أمور مساعدات أو يطالبوا بميراث أو بديون طبعا موليد العاشرية الأولى والثانية هذولا كل هاي اللي أنا ذكرتها أنتو عندكم القدرة عليها والحظ بيدعمكم أما بالنسبة لموليد العاشرية الثالثة هذولا بدهم يديروا بالهم على أموالهم ويحذروا من النصابين والمحتالين وإذا بدهم يأخذوا قرض بدهم ينتبهوا ويدرسوا وضعهم هل عندهم القدرة على تزديد هذا القرض هل عندهم القدرة على الالتزام في التزديد وبرضو بتجيب لهم مشاكل ممكن أموال مش إلك تتحاسب عليها خلال هاي الفترة أما بالنسبة لبيتك اللي احنا منقول بيتك العاشر اللي هو بيت السمعة فطبعا الزهرة الآن موجودة في هذا البيت ومنتحسة من المفروض أنها هي كانت تعطيك إيجابية وتحمي سمعتك ولكن بما أنها موجودة بتجدك أو بتخليك شوي طائش بتفكيرك وبتحركاتك وممكن شوي هذا الشيء يسبب لك نوع من أنواع الإحباط وخصوصا أنه الزهرة بتشكل زاوية تربيع مع نبت اللي موجود عندك فعشان هيك بدك تدير بالك ما في داعي للعامل النفسي أنه يسيطر عليك بشكل كبير ما تغامر وما تجازف وما تخوض أي أي تجربة مهما كانت بسيطة بس نوع من أنواع اللهو والمرح لأنه الزهرة بيغرر فيك وممكن يورطك في مشاكل انت بغنى عنها طبعا أكثر المتضررين هم موليد العشرية الثانية وشوي من العشرية الثالثة لأنه الحوت يعني نبتون جاي على المفصل بين الثانية والثالثة فعشان هيك منقول الجزء يعني من موليد الثالثة يبدو من ينتبه من هاي المغامرات وفي نفس اللحظة ما تخلف العمل أو تدخلوا بخلافات أو تكونوا بوز مدفع بمعنى آخر يعني يجي أحد الزملاء يقول لك روح احكي للمدير كذا كذا لما اصلحته فتروح انت فبتكون انت الضحية ما تتدخل في شؤون غيرك تمم أعمالك وكون بواجباتك وخلي علاقاتك جيدة وابعد عن تشويه السمعة مهما كانت المغريات طبعا طبعا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم طبعا في النهاية حب أشكر داعمين المنتسبين للقناة واللي بدعمه من خلف الكواليس شكرا للكم مبارك الله فيكم والله يزيكم الخير طبعا ما رح أحكي أي كلمة ثانية خلاص بكفي يعني تعب اللي تعبته بالفترة الماضية والكلام اللي أنا جاعد بسمعه بالأيام هاي فشويه فترة الأمور عندي أو طفت الأمور عندي بمعنى آخر فعشان هيك اللي بدو يدعم القناة يدعمها اللي بدو يحط لايك يحط بدوش يدعم ما يدعمش بدو يحط ديسلايك يحط في ناس حاب بإنه أنا أنسب وظل ساكت عشان ما أنفهم ش غلط أو ما يفهمونيش غلط وبدهم إياني أكون يعني الحمل الوديع اللي سهل جدا أنه الناس تتكالب علي وأكون راضخ أنا خلي الكلاب تنبح يا عمي وتعب فيك كمان وصاروا يفهموا كلامي غلط لأنه هم بدهم يفهموا غلط لأنه هم بدهم يحللوا غلط فعشان هيك يعني أنا تقريبا يعني بد أحاول هيك أبعد عن الحوارات الجانبية بالفترة هاي وأظلني بس بعلم الفلك اللي حاب أنه يستشيرني في مسألة على الخاص والله بدو ينتصب عليه واحد بدو يضحك عليه واحد بدو يدفع له فلوس ولا ما يدفع له فلوس خصوصا في مجالات الفلكيين والروحانيين والهذا إيرن علي بجاوبه على التليفون أما بالحلقات فلا عيب زملائك الجماعة بسترزق وتجرحهم وتكشفهم لمين لا خليهم ينصبوا على العالم أنت شو دخلك لازم أنا أكون مسالم وأفتح الباب لهم بالعكس وأيد يعني لا جماعة حقهم يعني مسكين ينصب عليك عادي لو استفاد منك مئة مئتين دولار خمسمائة دولار طوز ما أنت من وين جايبهم أساسا تعبان فيهم لا هو حق فيهم ما هو بدي يقسمك بورفتك فالناس يعني صارت تزعل مني عشان أنا بنتقد عشان أنا بوجه كلام عشان أنا بحاول أني أوضح للناس أسس النصب والنصابين والمحتالين فزعلوا مني لأنه ما بصير أني أنا أكشف هذول الناس أو أحكي عليهم لأنه يمكن بغار منهم أو لأنه أنا متعالي أو يمكن لأنه مغرور برضو بتصير يعني كمان مغرور بصير أنه مياخد في حالي مقلب برضو ممكن ممكن مياخد في حالي مقلب كمان يعني بتصير يعني أنا حاولت أراجح حالي في كل الأشياء فلقيت فخاري كسر الباب اللي بيجيك منه الريح سده وربص بالعتمي هذا المثل بتسمعه وشغل مني فأنا يا عمي اللي بدو يسألني بيسألني على الخاص وباقي ما باقي طز هيك هي صارت هيك مش طز فيك وهس هي تطلع آه صارت تحكي طز في المتابعين متابعينك المخلصين بتقولهم طز فيك أي طز في هيك تفكير لا أنا بقول طز بالوضع كله فليش أجع راسي وأحم بالي وأتعب حالي وعالفاضي وبرضو بدي أنذم وألتام وأتحاسب على الكلمة والله أنا بديش أقيمها لهالدنيا ماشي خلينا ننهي هالحلقة هيك منكون انتحينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا